الطريق الصح مليان انوار واحد من اكبر الانوار دي قيمة عظيمة جدا انما كتير برضو بنحتار في التعامل معها اسمها الصدق يعني كلمة من ثلاث حروف فقط انما الحقيقة اظن ان وزنها اكبر كتير من الثلاث حروف ايه رأيك طبعا الله يجعلنا صادقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انواع الصدق متأقلي يعني كثيرة واحدة منها الواحد لما بيكلم نفسه ويحس ان انا بتحك عروحي ولا بجد وانا عندي يعني فعلا صدق مع النفس ولا لا وطبعا الصدق مع الناس مهمة معقدة جدا وفي العصر اللي احنا فيه عارفنا نقول لا ده تجمل وده مش عارف ايه وحطينا كده مسميات عشان نساهل الحكاية نفسنا واصل الظروف بقى فرضت علي ان انا يعني ده مش كده بدانا بس بجاري المواقف وطبعا بقى اللي خطيرة وتخوف قوي الصدق مع الله يعني الحكاية كده وفيه طبعا يعني بين كل الحاجات دي مراحل ومستويات وانا يعني متأكد ان انا هتعلم منها كتير نهاردة الناس كلهم نفسهم يسمعوا الله يخليك في الطريق الصح أو الطريق الصح فين موقع الصدق طيب هو اولا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم احنا في رمضان يوم الرابع يعني لسه في الاوائل يعني في فرصة للتوبة النصوحة بجد يا رب لنا جميعا احنا عايزين نتقي الله في رمضان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالغاية ان احنا نكون متقين له سبحانه وتعالى وان احنا نجعل ما بيننا وما بين صفات جلاله من الغضب او انه ينتقم الى اخر الصفات اللي ممكن يبقى فيها عقوبة لو ربنا غضب يعني ربنا نحفظ وقاية هي دي التقوى نحنا نجعل بنا وما بين تجليات الله الجلالية دي وقاية احنا مش عايزين ده يا رب حفظنا من ده فنبتدي ندور على ايه الحاجات اللي احنا لو عملناها هنكتب من المتقين طب والصوم علاقته ايه بالموضوع ده كله الصوم علاقته بانه بنقينا من جوه وبيخلينا نرتقي فوق الجزء البهيمي او الحيواني اللي ممكن يكون جوانا فما بنخليش الشهوات هي اللي اتحركنا قدرتنا على ضبط شهوة البطن والفرج بصيامنا ده الواحد بيبقاش واثق في نفسه وتحس قبل كده الشهوات بتحركوا لما يجي الصوم بجد ويشعر ان هو بدأ هون الفجر للمغرب وصام وعمل بتيه يثق في نفسه ايه ده انا فعلا قادر اضبط نفسي انا فعلا قادر ارتقي فوق درجة البهيمية واتباع الشهوات ايه ده طب انا ممكن بجد بقى حاجة كويسة انا ممكن بجد أعبد الله انا ممكن بجد بقى من المتقين فلما يفوت يوم واثنين وثلاثة وانا صايم وجسمي بدأ يتعود على حيث ان انا بامتنع لله وبسيب لله يعني كل حاجة كل عمل ابن قدم له الا الصوم فهو لي وانا اجزي به في رواية الصوم لي ربنا بقول دي حاجة له يترك شهواته والكلام ده كله من اجلي فنبتدي ان احنا نقول احنا هنخرج من دائرة اتباع النفس والشهوات العميانية كده من غير تفكير الى دائرة ضبط النفس وانا اخرج من الاوتو بايلت اي طيار ويمكن اي حد سافر كتير عارف الاوتو بايلت وحتى في العربيات الاوتو كروز ايو ايو تثبيت السرعة حاجة شغالة لوحدها ده الشاهد من الكلام احنا احيانا في تصرفاتنا بنبقى شغالين لوحدنا وده كويس لو عرفنا نخليه بنعمل الحاجة السليمة يعني لو حاولناها العادة اقصد يعني لو ممكن بس مش هتبقى اوتو برضو لان هي يعني انا اللي انا بتكلم عليه ازاي ابقى انا شخص بيعمل مش بيعمل بيه فاعل مش مفعول بيه مش بخلي مجرد ما حد يغلط فيه غلطة اقم انا ثير علي حد يكسر علي اقم انا شتم وعمل ده بزات وانا صايم ما نصايم بقى بتاع لسه ابقى انا معرفتش اضبط نفسي الغاية من الصيام بداية في قدرة الضبط على النفس او الضبط النفس دي نقطة النقطة التانية فاحنا بنقول لعلكم تتقون وتبتدوا تعرفوا تضبطوا انفسكم وبدأ يعرف يضبط نفسه الانسان يبتدي يدور بقى على الحاجات الاساسية اللي ممكن تكون مطلوبة منه كمتقي فاحنا بدأنا النهاردة بقى بالآية اللي في صورة التوبة دي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ده كلام حضرك عن الصدق فالصدق فعلا مستويات احنا ممكن نقسمه النهاردة من دهن بيبقى معنا ثلاث فقرات وبينهم فاصلين الفقرة الاولى دي ممكن نتكلم عن الصدق مع الله سبحانه وتعالى والفقرة التانية نتكلم عن الصدق مع النفس والفقرة التالتة ممكن الصدق مع الناس او مع الخلق اللي حوالينا ففي الصدق مع الله سبحانه وتعالى اول حاجة طبعا انا هسألك سؤال ايه لي بيجي في ذهنك شخصيا لما أنا بقولك الصدق مع الله أنا بحس أنه ده أسهلهم لأنه أبقى أحمق قوي لو تصورت أنا ممكن أن أصدف الله العظيم أنا أتحك على مين يعني هكذب على الله سبحانه وتعالى ما هو ده مطلع والعليم وعلم بالسر فأنا بشوفها أسهل أو أول الممارسات اللي يمكنه راح يتعلم فيها الصدق مع الله لأنه لا جدوى من الكذب على الله سبحانه وتعالى يعني فنش عارف كده انطباع سريع أنا بشعر طبعا مع الانطباع ده أنه العبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى هي ده الصدق يعني أنا أشان أصدق مع الله معناها أنه لازم أبقى عبد بجد فاللي بدأ يتحرى الصدق مع الله إزاي أكون صادق مع الله مش صادق مع الله لو أنا متكبر لأن أنا كده بنزعف صفة بتاعته هو بس سبحانه وتعالى المتكبر العزيز الجبار مش صادق مع الله لو أنا بأرائي الخلق وبتعامل أنا بأعمل الأعمال الصالحة أو حتى أي أعمال أخرى عشان يقال عني فلان كريم فلان سخي فلان معطي فلان إلى آخر المعاني دي مش صادق مع الله سبحانه وتعالى لو أنا مش بأدي الفرائط دي نقطة مهمة جدا جدا مش صادق في العبودية بني وبين ربنا سبحانه وتعالى إحنا بنقول في سورة الفاتحة إيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا بيرد علينا بيقول إيه حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي يا سلام دي بقى الحكاية والغريبة جدا أنك لما تبص الكلام عن الفاتحة هنا صورة الفاتحة لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا ربنا بيرد علينا إيه إزاي في كل حاجة بنقولها وكان فيه مين من الصحابة اللي بيها يتعمد يترك المسافة بين الآيات حتى يستمتع بتصور أنا لا أدري لكن أنا أعلم أنه فيه حد كان بيعمل كده فعلا لكن لا أعلم من هو تسكت ليه أو بتأخر ليه بتصور رد الله سبحانه وتعالى جميل ونبحث فيها نعرف هو مين عشان نقتدي به لكن المعنى ده نسمعته طبعا كثيرا بل وكتير من مشاخي كانوا يعملوا كده فعلا اقتداءا بالسنة الجميلة دي اللي ممكن يكون سنها صحابي حسنة أنه مثلا الحمد لله رب العالمين ويسكت علشان حميدان يحمدي ويعيش الحالة دي بس أنا كنت عايز أشير إلى نقطة أنه قسمت الصلاة بأنه هي تقسيم الفاتحة لكن قسمت الصلاة بيني وبين عبدي النصفين دول يعني الأساس بتاع الصلاة كله الفاتحة المعنى اللي في الفاتحة أساس العبودية طب إيه لب الفاتحة دي ما أنت بتحمد ربنا وبتثني عليه وبتمجده وين بيقول لك بقى إياك أن عبوده وإياك أن أستعين أهو دي بيني وبين عبدي بعدين ولي عبدي ما سأل هيطلب إيه بقى إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لعبدي ولي عبدي ما سأل مدام بتطلبها مني هتهتدي مهم أعيدها أرجوك عشان نحسها دايما وإحنا يعني ناس وياه بتقولها لأن كل الناس طبعا بتقول الفاتحة يعني هذا المعنى الجميل إنه فعلا هو ده لب الفاتحة لب الصلاة هو أنا بس عشان أربطه بكلامنا إنه إياك نعبوده وإياك نستعين إحنا بنقول كده لربنا كل يوم في الفاتحة وفي الصلاة فهنا بقى الصدق مع الله سبحانه وتعالى هل أنا بجد إياك نعبوده وإلا أنا ممكن أكون بيدخل جوايا شوية أشياء خفية من إن أنا بقى أشعر مثلا إنه رئيسي في الشغل هو الرازق والعياذ بالله وأنا مش مستحضر إنه المعطي هو الله فابتدي مثلا إن أنا أجدب عليه نرجع بقى للصدق والكذب علشان أخذ المهية كاملة وإنا مثلا دخلت الشغل ساعتين متأخر بس أجدب وقم كتب الساعة 8 وأنا واصل عشرة إلى آخر هذه المعاني فالصدق مع الله سبحانه وتعالى بداية حصول الصدق في قلوبنا في التعامل بقى مع النفس ومع الخلق زي ما هنشوف بعد شوية